السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكل الإخوة الشرفاء داخل الجزائر وخارجها تحياتي لكل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجة هذه المرة حبيت باش نتحدث حول الحرائق اللي راها تجري في المنطقة متع القبائل وفي بعض المنطق الأخرى من التراب الجزائري وحول الحملة نتاع السب والتشويه اللي راها موجودة في صفحات نتاع الفيسبوك تحديدا بداية لابد أن يعرفوا الإخوة الشباب سيما منهم هو أن هذه القضية نتاع الحرق هي ليسد جديدة هذه مسألة تتكرر كل عام تحديدا يعني ابتداء من شهر ماي إلى غاية سبتمبر دائما تصر هذه الحرائق بطبيعة الحال دكين هناك حرائق اللي متعمدة يعني بمعنى بفعل فاعل كي الناس يقوموا بها لأغراض مختلفة منها ما يتعلق بحرق بعض الغابات اعتقادا من أنه هذي الناس هما يدفعوا هذه الجماعات المسلحة على جلبة يخرجوا من بعض المواقع اللي رهم هما متحصنين فيها ومرات هما ناس كي يقوموا بها يعني واحد يحرق غابة يعني يقولوا مثلا تكون نتيجة الإهمال واحد قال مثلا يكون يشعل في سجارة والله يرميها وتعرفوا باللي لما تشعل الشجرة فيما بعد روح انت وطفيها لذلك شفت بعض تعليقات هكذا كي الناس اللي هما يحملوا السلطات المسئولية وكي في المقابل الناس يحملوا في المواطنين يعني عوض هو أنه قال مثلا يساندوهم والله يضامنوا معهم أو على الأقل يكفوا الأسينان تاحهم هما لا لا قاعدين يحملوا فيهم المسئولية نشوف في بعض تعليقات واحد يقول لهم يقول باللي هذو الناس يأكلوا في رمضان واحد يقول هذو أعداء الله واحد يقول كذا واحد يقول كذا وبطبيعة الحال هذه التعليقات هي ليست بارئة قادرة تكون من طرف شباب يعني وش نقوله لا عقول لهم كما أنه قادرة تكون من طرف الناس ليس جزائريين يعني هما لما يستعملوا هذه العبارات يستعملوا هما هذه التعليقات الهدف منها هو الإساءة الإخوة في المنطقة حتى باش هما فيما بعد يقوموا برد فعل ويصيروا هما يسبوا ويصيروا هما كذا وتصير فيما بعد هذه التعليقات هي تخدم الشحنة وتخدم البغضاء بين الجزائريين إذن حبيت نجل باش ننبه لهذه المسائل الحرائق هي موش موجودة فقط في منطقة متاع القبائل حتى باش نكونوا منصفين موجودة في عدة أماكن من الوطن يكفي دليل هو أنه بعض الإخوة البارحة كان اللي نشروا صور ونشروا فيديوهات في مناطق مختلفة من بينها شلف والحرائق هذه تكون موجودة يعني في الغابات مش بالضرورة هو أنه تكون في مكان معين يعني موجودة في الغابات الغابات رها موجودة في الجزائر يعني كلها باستثناء ربما لصحراء غابات موجودة بالتالي ذرك ذككين بعض الأسئلة المنطقية أولا هذه المسألة هذه الحرائق ذوك لو كانوا نقولوا مثلا نراها الجهية نتيجة نتاع ارتفاع درجة الحرارة علش ما تتحرقش قال مثلا غابة في العاصمة لماذا خاصة في أماكن يعني هكذا قال مثلا في حيدرا والله والله في نودي الصنوبر مثلا علش تحرق قال مثلا غابة في منطقة معينة لماذا؟ لأنه قادرة تكون بفعل فاعل صحيح هو أنه قال مثلا مرة تكون هناك إهمال ولكن قادرة تكون بفعل فاعل في المقابل كين الناس قادرين يهم هما يلهبوا المنطقة نتاع القبائل لكن تعرفوا بالكين الناس ماذا بهم لتلتهب المنطقة نتاع القبائل وهذه التعليقات التي كنت نقول لكم عليها داخلها في هذا الإطار نتاع القبائل نتاع القبائل لذلك كين بعض الأغبياء الشباب اللي ربما ربما يقوموا بتعليقات هذه همجية ولكن هما رام يخدموا في هذه الدعاة نتاع الانفصال في المقابل كين الناس اللي هما رام يدفعوا الاخوة في المنطقة نتاع القبائل اللي جلبش هما يسقطوا في هذا الفخ من خلال التعليقات هذه اللي راها موجودة إذن كين الناس وراهم وراها أغلبي ينتاهم بدي بسدو قادر واحد يكون هو وراه عنده مجموعة من اللي بسدو وراه يقوم بنفس العملية يعني وشخصيا أنا قريت بعض التعليقات هاكذا على الصفحة نتاع المصالحة الجزائرية وهذا الناس وقفتهم يعني ما نخليهمش حتى يبقاهم ما يسبوا في الناس باشهم ما ي... ومرات هو أنه لما نشوف تعليق نخليه نخليه مدة معينة حتى باش يبانوا باش يبانوا هذو كل الثعابين هذوك باش نلمهم هاكذا يتلموا ونعطيهم الحس ضربة واحدة لذا كل إخوة والأخوات لازمكم تتنبهوا لهذا المسألة هذو خاوتنا اللي راهم ذركوا ما مستهم هذه المصائب هذه سواء كانوا في المنطقة التاتيزيوزو أو في بجايا أو في أي مكان من الجزائر الكبيرة كلهم خاوتنا سواء كانوا عرب ولا شوية ولا قبيل ولا مزابية ولا تورك كلنا إخوة ما لازم شوما يلعبوكم على هذه المسألة كي بعض الناس مرة على مرة هكذا نقرأ بعض التعليقات والله نسمع بعض التعليقات وهو أنه ناس يحبوا على جل باش يدفعوا حتى أنا شخصيا مرات يحبوا يدفعوا بعض الاخوات من المنطقة التعليقات على جل باش هما في قصدهم هو أنه أنا نمشي معاهم ونردع ليهم وبعض البلطاجية هكذا ما يعني بلا يشبيكم؟ لا يشبيكم هكذا ديره وش حبيته؟ نحن إن شاء الله كما قالوا الأخوة في الجزائر بالسياسة والله برزنة تنبع الصوف بالشوية إن شاء الله رأى الشباب كثير منهم اللي رأى مبدوية فطنه لهذه المسائل وسنواصل إن شاء الله في التعري ينتعم كلما أتيحت لنا الفرصة إذن الإخوة والأخوات هذه المسألة نتعى الحرائق فيها ما هو مفتعل وفيها ما قد يكون نتيجة نتعى لمبالات وإهمال وكذا هنقولوش هنبل للنظام هذا ذكر مرة أراه زعم يقوم بالواجب وكما ينبغي فيه تقصير فيه تقصير فيه لمبالات هذو الناس اللي يرام في النظام منين جايين من المريخ ويرام أبناء الشعب وهذه الثقافة رأى كما رأى موجودة عند المواطن الشعبي كما رأى موجودة عند الناس هذول يرام فيها في السلطة ذكر رأى مكيني الناس اللي هم رأى مديرين كما يقولوا رجل فرجل ورأى مفوق شط البحر واحد رأى موش خدام رأى ربما يبونتي ويخرج رأى هو كذا وكما رأى مواطنين لماذا لأنه مكنش مراقبة ومكنش متابعة قضائية ومكنش ناس رأى مفعلا عندهم هذا الحماس هذا الوطن وعندهم هذا الغيرة وكذا كاي الناس اللي رأى يخدموا خدمتهم بالتالي رأى موما يقوموا بالوجب انتحم وفي المقابل كاي الناس ما رأى مش قايمين بالوجب انتحم كما ينبغي لكن هو أنه نعمهم نقولوا إحنا بللي الناس اللي رأى في النظام كلهم رأى مهلا على هذا النمط هذا وكذا هذا وسمه يعني موش كلام دقيق ونفس الشيء بالنسبة للشعب ما مش الناس كلهم إذن إخوة الأخوات ما لازمش تسقطوا في الفخ كياني الناس وما رأى ميستغلوا في هذه المناسبات على جلبش هما يزيدوا يوسعوا هذاك الحاجز هذاك ويزيدوا يكبروا فيه ويزيدوا هما ماذا بهم على جلبش تكون هناك حواجز أخرى بين الإخوة في الجزائر إذن ما لازمش تسقطوا في الفخ أنتع هذا الناس الذين يراهم يحاولوا قدر الإمكان على جلبش هما يسموه يحسوكم باللي رأى المسألة رأى هي يعني مش محددة فقط بالجماعة ذو اللي رأى المسألة والإنفصال وإنما لكل ما هو قبائلي بطبيعة الحال كياني الناس اللي هما رأى مربما من العرب ويقوموا بهذه الألفئلة هذا كياني الناس اللي رأى هما من العرب وعنصريين ولكن ما لازمش هما تأموا كياني الناس اللي رأى هما كله فيه هما بمهمة يخدموا مع الجهاز تعلق المخابرات قلتها في شحل من المرة يخدموا مع الجهاز تعلق المخابرات منهم اللي رأى هو يستعمل في ملف الشيعة خدمة تعلقه هو ضربة تعلق المقدسات التشكيك استهداف المقدسات الطعن في الصحابة التشكيك نتاع الناس في العقيدة يخدم مع الجهاز تعلق المخابرات وفي المقابل فيه ناس هو ماذي أول هدف انتاعهم نفس الشيء يخدموا مع الجهاز تعلق المخابرات خدمته هو القبيل ما عندوش حاجة واحدة أخرى إذا النهار كامل وهو غير ليزطاك الكونتر تعلق القبيل في المقابل كياني الناس اللي رأى هما ذرك يخدم الخدمة نتاعه هي العرب ما عندوش حاجة واحدة أخرى أيضا نهار كامل هو غير العرب العرب للعرب 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 ما عندوش حاجة واحدة أخرى لذلك الإخوة والأخوات نجد تتنبهوا لهذا المسائل هذه الأشخاص راه هم êtes الخدمتهم مكلفون بمهمة خالصين عندهم شهرية ورهم يخدمون في هذا الخدمة لا شكه وأنو كياني الناس راه متطوعين رهم مضعهم قناعات لا شك في ذلك عندهم ناس قناعات واحد راه هو ضد العرب ولا ضد القبيل ولا ضد السنة ولا ضد الشيعة ولا عنده قناعات راه هو يقوم بواجب راكم تعرفوهم وتعرفوا التوجهات انتهم وتعرفوا الخلفية انتهم لكن في المقابل كان الناس اللي راموما يستغلوا في مثل هذه المناسبات سواء كانوا جزائريين أو غير جزائريين سواء نطقوا باللغة العربية أو بالدارجة أو بالفرنسية أو بأي لغة المهمة انتهم هي فرقت السد هذه خدمتهم هذه المنطقة انتعى للقبائل هي مثل باقي المناطق هي جزء لا يتجزع من باقي المناطق انتعى للوطن ونسمحوش في حتى شبر من التهرب انتعى الجزائري كل جزائريين والجزائريات مطالبين على جلبه يوقفوا وقفة رجل واحد ونوقفوا ضد هذا الناس اللي راهم هما يعملوا في هذه الأعمال بغيته زرع الشقاق والنفاق بين أبناء الوطن الواحد بغيته زرع الحقد بين أبناء الوطن الواحد والهدف انتعى هو واضح هو العزل منطقة انتعى القبائل عن باقي مناطق الوطن احنا الحمد لله أراكم تعرفونا وتعرفو التوجه انتعى نسعى لمصالحة وطنية حقيقية نسعى للوحدة الوطنية دائما ندافع للوطن ونفرق بين النظام وبين الدولة الدولة هي بالجغرافية انتاعها هي بالمؤسسات انتاعها اذا كان اختلفنا مع هذ الناس اللي رأهم في السلطة اذا كان اختلفنا مع الناس هذول اللي رأهم موجودين في النظام هذا لا يعني احنا علاج البشن ونسقطه في الفخ انتاع هذ الناس الانفصاليين او هذ الناس اللي رأهم وما يحبين يعودوا يسترجعوا الجزائر ويعودوهما انه يستغلوا الثروات انتاحة والخيارات انتاحة ويستعملوا شعب هذا ما نشأ ان شاء الله ما لازمش انه سقطوه في يدها اولا هذا باختصار اذا الاخوة والاخوات كل واحد منكم يشوف تعليق انتاع واحد من الناس هذول اللي هما يسبوا او يتهموا الناس في العقيدة انتاعهم لكذا لما انت ترد عليهم ما تردش عليهم تسبوه ورد عليهم بحكمة او خبرني على الخاص قال ها هو فلان هذك هو يسبوا ولا ذيك لانه انا ما نقدرش نراقب كل التعليقات راها اطلان من التعليقات ما كانش قال مثل نراه قال غر صورة واحدة ولا فيديو واحد كين ذوك قال مثل نراه فيديو عنده ثلاث سنين ولا ربع سنين ولا يراه منشور كين الناس لليوم را ما زالوا يعلقوا بالتالي ذوك انا اذا كان مثل ربع الاف فيديو راها موجودة في الصفحة تخيلوا انتوما شحال من الف تعليق راها تنزل في النهار ما نقدرش اننا نراقب كل هذيك التعليقات لذلك اطلب من الاخوة اول ان التفاهم مرات هو انه لما تخبرني كين بعض الناس اللي هو لما يتصل بيك يتصل بيك كأنك انترك خدام عنده شغل يعطيك في اوامر تعطنيش اوامر انا مش خدام عندك لما تتصل بي اولا انعرفني براهك كين بعض الناس كده يتصل بيك يقولك السلام عليكم يتصل بيك كيف تردلو ما نشقق قعدوا قعدك انا انا ما عنديش الوقت عندك تنزل الشات مش تكبر ما عنديش الوقت انت كيني الناس يتصل بيك ما تعرف حتى وعلى شرح يحوس هو برح مش فهم وحد يبعث لك صورة ما يعطيك تعريف عليها ما يعطيك خلفية وكم تعرف ورام يلغموا في الاخبار يلغموا في الصور يلغموا في الفيديوهات مرة ننشروا فيديو قادر يكون هذك الفيديو قديم انا ما ننشروا للتاريخ تعوى ولو ننشروا بس يبدوا يبانوا لما غمتت تنشر برك يبدوا يبانوا خطر انا في الانترنت ما عراناش كيما نقولوا نلتقي هكذا ورانا انتحاث والله عرانا في الانترنت وكان هناك طرق وكان هناك اساليب لمواجهة هذا الناس اللي رحمهما يظلوا في الشعب اللي رحمهما يلغموا في الصور يعني مرات تتروح تلقى فيديو نفسه اللي راني انا نشره انا وهني انتبع نفس الشخص هو تلقاه يعلق في صفحة المصالح يجي يقولك باللي هذا رأى فيديو قديم وهذا النشر للفتنة نفس الشخص هذاك بالذات تروح ليه تلقاه في صفحة تعقانات فضائية يعلق تعليق واحد اخر لماذا؟ لانه هذا الناس مو كلفين هذي خدمتهم بالتالي احنا مرة على مرة على جل نستعملوا ايضا وسائل ونستعملوا طرق على جل باش نكشفهم وما نخليهم شي يبقوا يظلوا في الناس لذلك انتبهوا لما نكتب تعليق دقق في الكلام داعي كين الناس مع الاسف شديد بعض الشباب كذلك كين منهم حتى اطفال وما نقول فيه اطفال ليس مبالغة هذا هي الحقيقة كين يرى هو في عمره 12 سنة او 13 سنة يرى هو يعلق يا صاحبي وانت خدم رأسك خدم عقلك مش غرق لك تنجر برك شوف التعليق اني نكتبه كين مرات هو انه تكون هناك اسئلة انا لما ندير سؤال مش مع انت اني راني نجاوب نسئل انت جاوبني وفق السؤال ومرات هو انه انا نشر اشياء للنقاش تلما تجي تنقش ما تنقشنيش انا ما تنقش المدير تاع الصفحة نقش الشي اللي راه موجود المحتوى تاع تسجيل هذاك نقشه ادلي برأيك وفق الاحترام ما تسب ما تتهجم على واحد ادلي برأيك ما حتى تكون مخالف والله تنتقد انتقاد اللي مقبول والله عادي لكن لما تجي انت تهاجم الصفحة تجي انت تحاول هو انك تحرف النقاش ما نعطيكش الفرصة مباشرة نبلوكيك ونفوت ما عنديش الوقت على الجربي نقعد انشاطي معاك نبلوكيك ورفتح حساب واحد اخر تعاود نفس الطريقة نبلوكيك وقعد انت هكذاك خطر عليها انت وشو انت في بالك تحاوس تظل للناس هذه هي خدمتك انا ما عنديش الوقت على الجربيش نقعد معاك عندي امر واحد اخرى اتسنى فيها اذا هذا باختصار الاخوة والاخوات كين هذا الحرائق كين فيها اللي راه مفتعل كين اللي راه هو ناتج ربما يكون هناك حرارة ربما يكون هناك اهمال لكن في المقابل كين هناك حرائق اللي راه بفعل فاعل هدف انتاعه هو جر منطق انتاع القبائل لحرب هذا هو باختصار تحية لكل الشرفاء وشريفات السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة